اهلا بمشاهدي قناة الاهلي وفقرة جديدة النهاردة عن الالعاب الاخرى بصفة عامة خارج كرة القدم النهاردة معنا نكون كبار في علاقتنا هنعرفكم فوقتهم لان خلينا نخرج لاخبارنا النهاردة معنا 3 اخبار منتخب كرة اليد اللي نشئيد اليد اللي بيلعب بطولة العالم في مقدونيا منتخب واعد منتخب مبارح قدر يفوز على منتخب السويدي 32 29 لكن النهاردة بيخسر من منتخب فرنسا 28 24 منتخب الشباب النشئين بيضم 4 لعبين في النادي الاهلي وهم عبد الرحمن حمايد وسيف ياسر وعمر عطية ومهاب سعيد 4 لعبين من النادي الاهلي نتمنى لمنتخب مصر النشئين ان هم يسيروا على خطة منتخب مصر الشباب اللي قدر يحقق برنزية العالم لسه من اسبوعين نتمنى لهم التوفيق بإذن الله ان المنتخب لدي فعلا منتخب قوي وفرق قوية جدا في المستقبل القريبي ان شاء الله يكونوا في 2021 مستعدين له نروح لبطلتنا وهي بطلة كبيرة جدا وبطلة لسه كاسبانة بطولة العالم هنجودة هنجودة جات من سلطرة عمان لعبة التنسطولة في النادي الاهلي فاز بطولة العالم 12 سنة تحت 12 سنة وبتستعد داتي في مرحلة لبطولة العالم تحت 15 سنة بايه؟ بدعوة من اتحاد الدولي ان الدحاية الدولي بيدعوها ان هي تلعب جوه البطولة اعتقد ده شرف كبير جدا ليها وحاجة كويسة جدا للنادي الاهلي هو المنتخب البصري كمان ان يتم دعوة لعبة 12 سنة تلعب تحت 15 سنة هي الخامس في الترتيب العام تحت 15 سنة نتبني لها التوفيق لكن هنجودة بتفوز وبطولة الجمهورية 12 سنة و 15 سنة و 18 سنة ما شاء الله عليها مركز اول اللهم يعني ما نحسدهاش ان شاء الله بإذن الله في المرحلة اللي جاهل لها عندنا بطلة كبيرة بإذن الله وان شاء الله تتشرفنا داخل الأولمبياد قريبا جدا نروح لآخر خبر عندنا كابتن عبد الحاليم عبو وهو لاعب الكرة الطائرة في النادي الاهلي اللي كانت صابة سنة اللي فاتت وقريت ليه عبرية غدروف بدأ يستعد وبدأ يستعد مرة تانية يخش فيه التدريبات العلاجية علشان يقدر ان شاء الله يكونوا مع فريق النادي الاهلي في المرحلة اللي جاية بإذن الله بيستعد مع دكتور هيسة معاطف في داخل الحمام السباحة بيعمل تدريبات كثيرة داخل الميا وفي نفس الوقت بدأ يخش الجيم نتمنى له ان شاء الله سريعا العودة إلى ملاعب النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي في الكرة الطائرة هنخرج لتقرير عن نجمات نجمات حققوا إنجاز كبير ما حققوش بقاله من ست سنين من ست سنين نجمات ما عرفوش حققوا لكن وصلوا كأس العالم وصلوا كأس العالم بمجهود كبير جدا بمدرب ومدير فني مصري ولاعبات من طراز مختلف خلينا نخرج تقرير عن منتخب السلة لناشئات السلة تحت 16 سنة وسعودهم إلى كأس العالم في بطولة أفريقيا في رواندا ونستقبلهم بعد التقرير بإذن الله